اشتركوا في القناة 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 بس هو الأهلي بيعنده ميزة أنه هو في القفصات كده بتلاقي أنا معرفش طبعا نهارده كام الأوفينسف ريباوند بتلاقيه كويس يعني بيشوته بس بيقدر يدقل للم الكرة مرة تانية سواء بيطلحها برا أو بيحطها بس صحيح يا كابتن أستاذ الحدادة كابتن نبيل خلينا نروح لأرض الملعب ومرسلتنا الزميلة العجيزة هنا أبو القاسم ولقاء مع أفضل لعب كأفشنسي في النادي الأهلي اللي احنا لسه قائلين عنه نتكلم عنه النهارده بإفشنسي 19 مروان سرحان اتفضليها برحب بيك يا كابتن هايسن من جديد وبديوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وببارك طبعا لكل مشاهدين قناة الأهلي خلاص بقى رجال النادي الأهلي على بعض خطوة واحدة من التتويج ببطولة دوري المرتبط وزي ما حررتك قلت يا كابتن هايسن معي دلوقتي يمكن أفضل لعب في مباراة النهارده طبعا اللاعب مروان سرحان ببارك لك أكيد على الفوز في مباراة النهارده وعلى دائق قوي وعايزك بأتكلمني على أجواء المباريات حين أنتوا كنتوا مسيطرين عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها ألف شكر أنا ومسائل فل على كابتن هايسن الحمد لله طبعا الفوز مهم طبعا هو الخطوة في نهاية المرتبط ماتش مش سهل الحمد لله ماتش مرتبط الصغيرين كسبوا قدروا يكسبوا فهم بيدونا دفعة دخلنا الماتش طبعا محترمين الماتش زي وزي أي ماتش ده ماتش نهائي فدي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الفرقة محافظة على مستواها ومحافظة على الأداء فالحمد لله كنا موفقين في الماتش وخطوة كمان ونطاق مرتبط إن شاء الله يعني أكيد لازم تركزوا جدا في مباراة العودة أكيد مباراة مهمة عايز عرفة تستعدوا زي غصون أكيد ما فيش وقت كبير للأعداد هو طبعا عندنا ريكوفري دلواتي عشان بوكرا في تمرين وبعد وفي ماتش بوكرا تمرين عكيد خفيفة عشان نصلاح الأخطاء اللي حتى لو إحنا كسبنا في أخطاء حصلت فإحنا إن شاء الله بوكرا عندي تمرين نصلاح الأخطاء بتاعت النهاردة ونتفرج على الفيديو برد بماتش النهاردة ونتصلاح أخطاءنا وإحنا كده كده ما بنبصش لنتائج مرتبط لأن مهما ممكن أي حاجة تحصل ممكن الشباب الصغير ما يكونواش موفقين ممكن يخسروا فإحنا ما بنبصش على المتشات الصغيرة إحنا عندنا تارجت حتى لو شباب الصغير كسب إحنا لازم نكسب إحنا بنلعب بإسم النهار الأهلي فما ما فيش تراخي ما فيش استههم مهما كان بنلعب مين وطبعا فريس محافرة كويسة جدا وإحنا أحترامها وإنهم قدروا يصلوا للفاينل ده حاجة كويسة جدا تحسبلوهم طبعا فنحترمهم ونلعبهم وإنهم أتحاد زمالك أي فرقة كبيرة وعشان كي ربنا بيكرمنا وبنهم موفقين يعني زي ما قلت يا كابتن فاضل خطوة واحدة خلاصة على تتويق باللقب تحبوا تقولوا إلجا ماهيري النادي الأهل حياب يدعموكو وده يمكن نشوفهم خلال السوشيال ميديا وطول الوقت بيدعموكو إحنا الصراحة مفتقدينهم في الفاينل إنهم على طول بيبقوا يعني اللعب رقم واحد اللي بيقى فرانا فإحنا مفتقدينهم جدا وإحنا كده كده زي من أول بطولة مرتبط وعدينهم من إن شاء الله نحقق البطولة وإن شاء الله بعد بكرا نهدينهم البطولة إن شاء الله بشكرك جدا وأكيد بباركلك مرة تانية عرفوزو على أدائك كبير شكرا يعني ده طبعا كان لقائي مع نجم كرة السلة مروان سرحان ولسه مستمرين معاكم أكيد في لقاءاتنا الحصرية والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو أنا أبو الأسن بشكرك شكرا جزيرا وده كان لقاء مع مروان سرحان مهم جدا تبعها صيرنا كلها كويسة برضو إحنا إذا كنا بنتكلم عن المكسب النهاردة فلازم برضو نحلل الأرقام لأنه نادي الأهلي النهاردة مش بيبص لمكسب مباراة أو محترمنا طبعا نادي سموحها وكل الفرق اللي في الدورة المصر ولكن أنت بتبص النهاردة على البسكتبول أفريكا ليك بتبص على بطولة العالم إن شاء الله ممكن نشارك فيها للمرة التانية فأنت عايزت دايما أرقامك تبقى كويسة دايما تبقى أرقامك في الطب عشان الحقيقة تبقى دايما بعيد عن كل منافسينك بطولة عربية لازم ترجع بطل بطولة عربية تاني يعني أصدأ أقولك أنه النهاردة احنا بالحلل الأرقام مش عشان نحتفل وإن شاء الله هنحتفل يوم الجمعة ولكن مهم جدا الأرقام دي تتحط قدام السادة ومشاهدين ويستفاد منها كل المهتمين بكرة السلة وكمان الجهاز الفني عشان في الأول والآخر فرقتنا تبقى قدام كنت تنسى القوة من ضمن الأرقام برضو الحقيقة اللي النهاردة نادي الأهلي محتاج برضو يطورها شوية وهي نسبة الفري ثرو أو الرامية الحرة نهاردة الرامية الحرة احنا جايبين 7 من 10 والنسبة 70% احنا لسه رغب دلوقتي بلوء أو أقل من النسب اللي هي بتبقى 80 و90% النسب العالية في التاتا بونت اللعب اللي سموحها حطت 15-15 ماتش اللي فات ليه لا النادي الأهلي يبقى نزبط الفاول شويت كويس هو أصلا مفروض وضع طبيعي اللي هي الفاول شويت دي المهارة الوحيدة اللي في كرة السلة اللي بتؤدي بدون أي عائق أو أي دون أي دفاع دي بتتحفز أي لعيب وخاصة اللعيبة يعني مثلا عمر طارق أقرب واحد للباسكت فالمفروض يكون أعلى النسبة زائد أنه هو في المباراة أعتقد ضايع 2 جاله بتاعي لا ده أنا أقول لك يا كابتن ده أنا برضو يعني الرقم لا 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 استنى كابتن إحنا شايتين 26 فريترو جايبين 17 بالنسبة أقل أنا آسف أنا خدت الرقم اللي فيه نسبة 65% أبا أنا بقول لك أولا جدا أولا جدا يعني يا ريتها كمان 70 ده أنا خدت الرقم لأ إحنا شايتين 26 جايبين 17 مجلين 9 وده رقم تحت المعدلات لو فرقة من تمحتاجت يعني الأرقم تبقى أحسن النقطة الواحدة بتفرق بتخليك تكسب أو تخسر أو توديك في حتة تانية لكن هو دي مهارة لازم يهتم بها كل لعب وأنا اللي لاحظته كمان إن اللعيبة لما بيجيب بسكت ما بيهتمش بالفاول لو خد بسكت وان مور ما بيركسف ما بيركسف الفاول في الفاول شرط اللي بياخده بعد كده الإضافي إيه المشكلة لما بيجيب اتنينة جيب ثلاثة وزود في سكوري نعم كابتن نبيل رأيك إيه رأيك النسب دي يعني إحنا بنستفاد ونتعلم مش الهدف منه حاجة يكسبنا الحمد لله رأي حداك الفاول شرط إيه المشكلة لما نزبتنا خمس كمان أنا شايف إن يعني إحنا يعني قلت لسه نوصل عوة مثلا من يومين بنعود نتفرج على التمارين بتاعك هو بيهتم بيها جدا وبيعمل تمرين كتير جدا للفاول شوتينج والتصويب سري بوينت وفي طايمات مختلفة أنا بس عايز اللي يدخل ونسابهم كويسة في التمارين بس هو زي ما أنت قلت إن هو بيبقى مثلا نتيجة الجاري نتيجة إنه هو مجهد خد نفسك ودخل على الفاول شوتينج يعني كأنه حاجة مهمة يعني كأنه يعني كل نقطة تحطها بتتضاف لإيه للمقاط بتاعتك ولتضاف لفريقك فأنت لازم ما تدخلش متساربع خد وقتك وشوت فدوى قلي عندك ثقة في نفسك في الشوتينج النسبة مش وحشة بس أنت كنادي أهلي زي ما أنت قلت كده هو مفروض يبقى النسب أعلى من كده صحيح كابتن نبيل أستاذ الحضرادة خلينا نروح تاني لمجمع دكتور حسن مصطفى ولقاء الزميلة العزيزة سالة حامد والمدرب العام الكابتن أحمد الجرحي تفضلي يا سلام مساء الخير يا كابتن هيسم طبعا من جديد برحب بحضرتك وبكل ديفك الكرام وكابتنا طبعا في الستوديو كابتن نبيل بيخيت والكابتن محمد السلعوي وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما حالك قلت ممكن معي في هذه اللحظات طبعا المدرب العام الكابتن أحمد الجرحي كابتن أحمد طبعا في بداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعاً عايز أبارك لك على مباراة اليوم بالتأكيد مباراة الذهاب في الدور النهائي شايف طبعاً إزاي النهاردة أداء جميع العيب النادي الأهلي في المباراة وبرضو ببارك لك بالتأكيد وببارك أيضاً لفريق المرتبط السلام ورحيم طبعاً الله يبارك فيكي ومبروك علينا كلنا وبرحب بكابتن هايسام كابتن سرهاوي وكابتن نبيل بخيط أكيد مباراة فينال لا تفرقش بنلعب مين الونافس مباراة فينال يمكن سر الأسكور الكبير إن احنا الحمد لله احترمنا سموحا درسناهم وحترمناهم ودناهم قدرهم فربنا قرمنا واللعيب أن نفذ التعليمات والجيم كان في صالحنا الحمد لله ومباراة الصغيرين برضو كان عندنا سقة إن شاء الله مرتبط الأهلي هيفوز عندنا سقة فقط عن أشيئين بتاعنا بقالنا فترة كبيرة الحمد لله بيكملوا المسيرة بتاعت المرتبط اللي بتثبت إن النادي الأهلي مش فريق درجة أولى مش تعاقد أو اتنين مش جهاز فني مش أي النادي الأهلي بلوقتي بقى منظومة في كرة السلة دور المرتبط ده بالنسبة لنا دايما مهم لأنه بيعبر عننا كباسكتبول في النادي بيعبر عن مستقبل النادي سهل ممكن ساعات الواحد يعمل فريق درجة أولى بتعاقد أو اتنين أو تلاتة بمدرب جهاز فني لكن ما بيستمرش كلام ده لو ما عندكش كتاع نشقين بالزات في لعبتنا الموضوع مش بيستمر فالحمد لله دايما دور المرتبط ده بيعبر عن نادي الأهلي إنه بقى مدرسة في كرة السلة الحمد لله طبعا يا كابتن دايما منشوف دايما أي نهائي في أي بطولة بالنسبة لنادي الأهلي دايما منشوف أهلي وتحاد سكندري المراضي تحاد سكندري طبعا كان في السيمي فاينل المراضي اسموحة زي ما انت قلت مش بيفرق مين طبعا اللي بنقابله في النهائي ولكن نقدر نقول إن الحمل شوية كان أخف على لعبة نادي الأهلي بعد الفوز على نادي التحاد سكندري في مباراة السيمي فاينل لا هو أصلا هي الحمل ممكن يكون يعني أكيد طبعا المنافسة مع التحاد سكندري أو مع الزمالك بتبقى بالذات جماعية رئيا أعلى لكن إحنا طبعا كنا نقصين في دوري المجموعة أكررنا نرايح لعيبة كتير قوي زي هاب أمين وعمر زهران وابو الناصر وقردي معناش عمر عزب وكان فيه إصابة كمان ريحناهم قدت لخسارتنا للمطشين في من فرقة محترمة طبعا سبورتينج قدوا أداء على أعلى مستوى كانوا من الفرق التي تستحقق يكون موجودة النهاردة في النهائي لكن ما كانوش محظوظين في السيمي فاينل مع سموحة في المباراة التانية إحنا بقى سبب النتائج في دوري المجموعات هو اللي غير الطريق ودينا للطريق الأصعب اللي هو الزمالك اللي هو الأول هيق قناة السوسي اللي هي فرقة محترمة جدا وراء الزمالك وراء الاتحاد كان طريق صعب جدا عشان كده بنقول دائما لأن دوري المرتبط من البطولات اللي هي يمكن إحنا ساعد بنفوز بالكاس مبنلعبش ماتشاك قوي غير الفاينل الكاس القرع بتجيبنا إن إحنا نلعب ماتشاك قوي في الفاينل بس يمكن دوري المرتبط عشان ننفوز به لعبنا سبورتينج مرتين يعني إحنا لسه نفوزناش طبعا معنا بكلم أن إنت عشان تقدر تفوزي به سبورتينج ماتشين الزمالك ماتشين الاتحاد ماتشين سموحة ماتشين فمشوار طويل ومجهد للعيبة والجهاز فالحمد لله يعني إحنا عدلنا من اللي إحنا عملنا في دوري المجموعات إن إحنا الحمد لله صعادنا على حساب الزمالك والاتحاد ومعنا سبورت سموحة دلوقتي فريق محترم بحييهم بحيي تامر مصطفى ومؤمن ورنين وقسامة شوقي جازر فني جاز شاب طبعا إنه يوصل نهائي فقطورة زي دي بنحييهم بحيي مؤمن وعنين كمان مدير فني النشئين في سموحة ومحمد أشرف اللي اتنين بصراحة عاملين النهاردة ماتش الصغرين كماتش أمتع الناس كلها والماتش الكبير الحمد لله الفوز كان لنا فيا رب تكمل يوم الجمعة على خير بإذن الله بإذن الله كابتن وطبعا يوم الجمعة إن شاء الله الستجدادات من نسبة للفريق هتكون عاملة زي طبعا هم في شغير يوم واحد الوقت دايق جدا إن شاء الله زي ستعدوا كابتن يوم الجمعة النفس الروتين بتاعنا بتاع كل مباراة النهاردة هنروح عادي مفيش أي حاجة نعمل ريكوفري بس وردي شغارين في اللوكار روم دلوقتي جوة بكرة إن شاء الله هيكون في فيديو ميتنج وهندرس أخطاءنا بتاعت النهاردة وممكن نحسن إيه وهيبقى فيه تمرين خفيف بإذن الله والمباراة إن شاء الله بعد بكرة بإذن الله بإذن الله يا كابتن وبركلك تاني النهاردة وإن شاء الله يوم الجمعة برضو أبرك لحضرتك والتتويج الفريق نادي الأهل إن شاء الله ببطولة الدور المرتبط لكرة السلام السيجد يا كابتن إن شاء الله شكرا كذا طبعا يا كابتن هيسم كان لقائنا مع المدارب العامل كابتن أحمد الجرحي والآن العودة مروح للستوديو طبعا يكلم لك يا كابتن هيسم تفضل سالحامد بشأن خلصنا للستوديو التحليلي وأتمنى تكونوا ساعدتوا معنا طبعا بشكرة كابتن محمد السلعوي نجمي جومي نادي الأهل أمتعتني النهاردة شكرا بتحيلياتك برؤيتك يا كابتن سلعوي شكرا كابتن نبيل بخيد بكون سعيد جدا لما بتنورني وبتنور شاشة قناة نادي الأهل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم حقيقة لما نختم لازم الأول نقول حاجة شكرا طبعا لاتحاد السلع لأن مباراة الجمعة القادمة كان مفهود الساعة 6 ومباراة كرة القدم مع شباب بوليس داد كانت الساعة 6 أو بقت 6 فاتحاد السلع أجل مباراة الفاينال التاني مع اسموه خلاها الساعة 8 فأكيد كل الشكر لجنة المسابقات في التحاد السلع والتحاد السلع كله النداء التاني لبندي طبعا للتحاد السلع أنه يسمح للجماهير بحضور مطش النهائي لازم الجمهور يحضر وينبسط ويفرح مع فرقته إن شاء الله في حالة التتويج فده حق من حقوق الجماهير فتمنى إن شاء الله الانتحاد السلع يعني يستجيب لدعواتنا أنه طبعا يكون الجمهور متواجد في مباراة النهائية بفكر حضراتكم الجمعة إن شاء الله هنزيع المباراة مباراة الأهل واسموحة في الختمية مباراة الكبار لأنه هيكون الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن أيمان شوقي المباراة الشباب والجداد هيكون شغال ولكن هنطلع مع حضراتكم بين الشوطين كستوديو تحليلي إحنا مش هبقى فيه استوديو تحليلي قبل المباراة هيكون بين الشوطين إن شاء الله مباراة الأهل واسموحة وبعد المباراة إن شاء الله والنادي الأهل متواجد قد تكون المباراة حصيل حاصل لو الصغار فازوا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال